السلام عليكم ورحمة الله إن العيش مع الأهداف الكبرى والتطلع للنصر والحرية هو أجدى من الوسوسة بالخسائر والتضحيات والهزائم ومن هنا كانت فلسفة الإسلام في الأحزان فلسفة خاصة تجمع بين الشعور الإنساني الطبيعي والرضا والتسليم ومن ثم الانطلاق للحياة لتستمر في الجهاد والسعي والجد والعطاء لذلك لم يسن لنا تقديم العزاء لأهل الميت أكثر من ثلاثة أيام حتى لا يطول عليهم جو الحزن والأسى ويمارسوا حياتهم بعدها بشكل اعتيادي وعد الإسلام الأربعينية والسنوية التي تصنع للموتة بدعة ضلة لأنها تجعل الإنسان في شخال دائم بمصابه وأحزانه ونهى الإسلام عن القنوط بالدعاء على الأعداء أكثر من شهر حتى لا نسترسل مع المصائب ولا تتحول صلاتنا إلى تذكر للمحن ونكاية للأعداء وتذكر ما فعل الأعداء بنا وحتى العادة التي يصر عليها البعض من بدء يوم العيد بزيارة الموتة ليست من السنة في شيء وإن كان أصل الزيارة مشروعا إن الإسلام يمنح المؤمنين به طاقة روحية لتجاوز المصائب والآلام والانطلاق إلى الحياة بوجه مشرق وقلب مؤمن وثغر باسم يكابد الصعاب ويذلل المستحيل رحم الله الشاعر محمد مصطفى حمام حين قال ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عذولا أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمدا جزيلا ظل من يحسب الرضا عن هوان أو يراه على النفاق دليلا فالرضا نعمة من الله لم يسعد بها في العباد إلا قليلا موسيقى موسيقى